في ساحة بلدية البيرة حيث خيمة التضامن الدائم مع الأسرى فعليات ترفع صور من يعدون الأشهر في إضرابهم المفتوح ومن دخلوا مراحل الخطر وأصبح خبر استشهادهم مجرد عاجل قد يظهر في وسائل إعلامنا في أي لحظة نوصل رسالة لكل المتابعين لإصراع الفلسطيني الإسرائيلي أن استشهاد أحد الأخوة سوف يؤدي الانفجار ولن يكون هناك فرصة لضبط الحالة نقابة الصحفيين المنظمة لوقفة اليوم التضامنية دعت وسائل الإعلام والإعلاميين إلى تسيير موادهم بما يشكل رأيا عاما حول العالم ذاك العالم الصامت المخيب لآمال المضربين وذويهم يجب أيضا كإعلاميين أن نخلق رأي عام بين الشعب الفلسطيني لدفاع عن حقوقهم لدفاع عن قضاياهم كفى عبثا بقضية الأسرة ويجب أن تعلم سلطات الاحتلال بأنه حان الوقت للإفراج حان الوقت لأن يوقف الأسرة المضربين عن الطعام لإضرابهم ولكن ليس في سلطات الاحتلال ولكن بين أبناء شعبهم المطالب اليوم من كل الشعب الفلسطيني عدم الأكل بمعنى أن يبدأ بمقاومة شعبية في كل الساحات وفي كل الشوارع تضامن اليوم لم يقتصر على شخصيات أو قيادات بل دعا طلاب المدارس لمساندة الأسرة الأشبال والأسيرات ودعا الشارع الفلسطيني إلى رفع مستوى تأييده ليرقى إلى آمال من ينسجون كرامة وطن خلف القضبان لتلفزان القدس كنانا عيسى البيره تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوتيوب وتويتر ترجمة نانسي قنقر